يبدو أن أحلام حكومة العدالة والتنمية في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تتبدد وتنهار بسبب الممارسات الخاطئة التي ترتكبها تلك الحكومة والمنافية لمبادئ الاتحاد الأوروبي حيث عمقت مغامرات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شرق المتوسط وليبيا إضافة إلى توظيفه ملف الهجرة في ابتزاز الأوروبيين محط الخلافات مع شركائه إلى درجة يصعب معها استئناف محادثات انضمام بلاده إلى التكتل الأوروبي المجمدة منذ نحو أربع سنوات وفي هذا الصدد استبعد وزير خارجية لكسنبورغ يان أسيل بورن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي خلال الخمسة عشر أو العشرين عاما المقبلة خاصة مع الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان في تركيا الأمر الذي يصعب انضمامها للاتحاد الأوروبي وفي المقابل قال وزير الدفاع التركي خلوسي أكار أن بلاده ما زالت تهدف إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي وذلك بعد أربع سنوات من تعليق المفاوضات فيما لم يعد التكتل الأوروبي مهتما كثيرا بإعادة بناء جسور الشركة مع بلد يهدد مصالحه في شرق المتوسط ولا تتصق سياساته الداخلية خاصة على مستوى الحريات وسيادة القانون مع المعايير الأوروبية كما حاولت تركيا مؤخرا إصلاح علاقاتها مع الولايات المتحدة وغيرها من حلفاء الناتو في الوقت الذي يواجه فيه العسكريون الأتراك صراعات مخالفة لقوانين الاتحاد الأوروبي داخل ليبيا وسوريا ما يجعل أعضاء تلك الدول غير متحمسين لقرار انضمام أنقرة للاتحاد وكانت تركيا قد قبلت في العام 1999 رسميا كمرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي لكن ورغم قبول ملف الترشح لم تبدأ المفاوضات بهذا الشأن إلا في العام 2005 وذلك بعد نشاط جد من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية في هذا المجال حيث قبل أعضاء الاتحاد الأوروبي بدء المفاوضات مع تركيا على أنها مرشحة للانضمام بشكل كامل للاتحاد ولكن إلى اليوم لم تستطع تركيا الانضمام للاتحاد الأوروبي بصفة عضو دائم وكامل